اشتركوا في القناة ان الجزء الاول من المرحلة الثانية سيكون جاهزا لطرحه للمناقصة مع بداية العام المقبل ويتضمن 400 وحدة سكنية جديدة على ان يتم طرح الجزء الثاني من تلك المرحلة المتضمنة 1224 وحدات سكنية خلال المرحلة المقبلة واكد الوكيل المساعد للمشاريع الاسكانية انه استجابة لتوجهة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلبان الخليفة رئيس الوزراء المقر مشان ضرورة الاهتمام بتوفير كافة الخدمات والمرافق الاساسية في المشاريع الاسكانية فقد وجه وزير الاسكان المهندس باسم بن عقوب الحمر القائمين على اعداد مخطط المرحلة الثانية على ضرورة تضمين توجيهات وملاحظات سموه في التصاميم العامة والتفصيلية وانوها الى ان مشروع مدينة خليفة يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء لكونه يعد احد الركاز الاساسية لبرنامج عمل الحكومة الحالي المتضمن بناء 25 الف وحدة سكنية